صباح الخير السؤال يقول ينفع لعب شاكوش عشان اطول البايسبس وينفع لعب بنش دايق عشان اكبر التشاست من جواه وينفع لعب تشاست واسع عشان اكبر البنش من بره هذا كلام ده مش حقيقي لماذا؟ لأن حضرتك عندك العضلة نفسها تبدأ من مكان وتخلص في مكان تبدأ مكان اسمه origin أو المنشأ العضلة وتنتهي في مكان تاني في عضمة تانية اسمها insertion المكان التاني اسمه insertion اللي بيربط العضلة بالعضمة حاجة اسمها الوطر الوطر ده ممكن في بعض الاحيان بيبقى طويل شوية في حتة معينة مثل البايسبس من هنا فتلاقي ان العضلة شكلها صغير فهيأتي حد يعمل متخيل ان هو اللي بيشغل العضلة عشان يطولها مش علشان يديها strength أو speed أو power لا خالص هو فاكر ان هذا الاكسرسيز سيغير في شكل العضلة حضرتك ما تقدرش تغير في شكل العضلة حضرتك اللي بتغير فيه بس هو حجم العضلة انما الشكل انسى لحاجة جينات ربنا خلقت بها ولذا كتلاقي واحد زي روني كولمن بكل التدريب و بكل الامكانيات اللي عنده ستيل عنده البايسبس صغيرة قوي من فوق كده ليه شكل داع و كده مش هنقدر نعمله حاجة ستلاقي 6 باكس بتاعته أو الابدومين ستاعته شكلها غريب شوية ليه ما هو مش هينفع يغير فيها لان هذه الجينات فمتحولش يا كابتل انك تضيع وقت في انك تغير اكسرسيز لمجرد انك متخيل او في حد ضحك عليك انه هو هيملة هنا وهيملة هنا هو الاكسرسيز زوايا الشد بتاعته هي اللي بتختلف حاجة تانية لود بتاع الاكسرسيز يعني لود التدريب اللي هو مجموعة من الاكسرسيز بانتنستي وفوليوم وفريقونسي معينة ورست بيريود معينة هم دول اللي بيتغيروا في حجم التدريب او الحجم من المصل او الفيتنس كومبوني بتاعته المصل انما فيش حاجة اسمها هتطول البايسبس و باي دا واي الاكسرسيز بتاع الهامر مش البايسبس هي المين مصل اللي شغال فيه حاجة اسمها البراكياليس و البريكريداليس شكرا وشوفكو الفيديو الجاي شكرا وشوفكو الفيديو الجاي